استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي يرافقه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حمد أحمد الرحومي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حضر المقابلة معالي رئيس ديواني سموي رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي لمزي